اشتركوا في القناة وكان يعمد في الجزئية دي يا حبائي بنشوف حاجة ملفتة التلاميذ يوحان المعمدان القنين ان المسيح ابتدى ياخد شعبية اكتر من المعمدان اللي هو معلمهم والشعب ابتدى يدبع المسيح بدل المعمدان ودي اوقات الحقيقة كلنا كبشر بنجرب فيها وبنختبر فيها بطبعتنا الساقطة احيانا كتيرا الشيطان بيجي ويغزي افكارنا يبتدى ينتابنا شعور بالغيرة والحسد لنجاح ناس اخرين اوقات ابليس يشعرنا كده بنا وبالنفسنا بالاحباط وبالفشل لكن خلينا نتذكر احبائي ننذكر انفسنا باستمرار بنعمة الرب انه ارساليتنا هي ربح الناس لتبعية المسيح لتبعية المسيح وليس لتبعيتنا احنا فدي نقطة مهمة جدا ولازم نقنع انفسنا بيها باستمرار وهنا بتذكر قول الرسول بولس لما جم ناس وحاولوا يثيروا فيه الغيرة انه فلان افضل منك وخدمته انجح منك قال لهم مين هو بولس ومين هو ابولوس ومين هو بوترس كلهم بيزرعوا واحد يزرع ثاني يسقي لكن الله اللي بينمي في نهاية الامر الله هو صاحب الحق يا جماعة انجاز التعبير يعني الحقل بتاعه هو البص هو الكبير بتاعنا كلنا بنرجع عليه كلنا بنعمل معاه والمجدوب حسب كورنتس الأولى أصحى ثلاثة عاملين مع الله وحتى لو شفنا حد بيخدم المسيح بطريقة مش حلوة فيها غيرة أو حسد أو نوع من العناد برضو بيرد الرسول بولس في فليبي واحد بتذكروا القول بتاعه بيقول فماذا غير أنه على كل وجه سواء كان بعلا أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص كثيرين بطلبتكم ومؤادرة مؤادرة روح يسوع المسيح في الجزئية دي كمان بنشوف شيء مهم هو أنه أنه يحنى المعمدان استمر في الخدمة حتى بعد ظهور الرب يسوع المسيح على الساحة لأنه قرر أنه يستمر ويواصل عمل الله اللي دعاه لي الله لأن كانت مهمته الرئيسية أنه يوجه الناس للمسيح وليس لنفسه على الإطلاق خلينا دايما نتذكر أن دعوة الله لنا لخدمته هي دعوة عليا دعوة سماوية امتياز امتياز سامي عالي راقي مقدس وعلينا أننا نقبل هذا العمل بشكر وحماس شديد أمل في موقف المعمدان مع المسيح هنا كان يوحنى شايف نفسه بحسب العادات والتقاليد المعهودة وقتها وحتى عندنا اليوم في معظم الثقافات أنه هو دوره كدور الشبين أو بالإنجليزي بيسموه البست مان اللي زي ما بنعرف دور الشبين بالدرجة الأولى بيساعد العريس في ترتيب شؤون العرس وتجهيزات الفرح من قبل الفرح ومن أثناء وأثناء الفرح وما بعد كمان بيفضل وقف جنبه كأنه يوحنى وجد فرحه العظيم في رؤية مراسيم العرس تنتقل بدون أي مشاكل بدون أي مشاكل فرحان أنه المسيح بيكبر وبيعلو وهو بيختفي قال يوحنى المعبدان عبارته الشهيرة من كل قلبه إذن فرحي هذا قد كمل في عدد 29 في أصحاح الثلاثة يعني تحقق قدام عناية حق اللي أنا جيت عشانه أنجزت مهمتي أكملت ساعي ومن ثم ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص في آية 30 الآية الشهيرة يعني هو تتسلط عليه الأضواء أكتر وأنا تخفط عني الأضواء أكتر هو يظهر أكتر وأنا أختفي أكتر هو الأدام وأنا الورى وده درس رائع وأساسي وحيوي جدا لينا اليوم أحبائي اللي احنا نسمع الكلام ده أننا نتحذر من أننا نضع تركيز كبير على خدمتنا وعلى إنجازاتنا ونجاحتنا أكتر من تركيزنا على الرب وعلى الملك الحقيقي هو الرب العريس الحقيقي هو الرب اللي كلنا بنحتفل بيه وكلنا بنتبعه وكلنا يهمنا مجده اللي ضحب حياته من أجلنا احنا عايزين نعيش حياتنا فيه ما بعد لا لأنفسنا لكن لذاك الذي مات من أجلنا وقام يستحق الرب نقدم له كل حياتنا ونكرس له كل إمكانياتنا وملكاتنا هو الإله العظيم تبارك اسمه إلى الأبد آمين الرب معكم